اهلا بكم الى حصة مغاربية البداية من موريتانيا حيث الحديث عن قرب اطلاق مفاوضات بين قادة حزب الانصاف الحاكم وقيدتي حزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية المعارضين المفاوضات بحسب وسائل الإعلام المحلية ستتمحور حول وثيقة التفاهم التي عرضها رئيسا الحزبين المذكورين على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل ايام وقبلها الرئيس بالموافقة والاستحسان الحزبان المعارضان يعتبران الوثيقة ضمانا لبقاء موريتانيا واستقرارها كما انها تحافظ على الوحدة الوطنية غير ان انفراد حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية بهذه الوثيقة اثار حفيظة اطراف المعارضة الاخرى الاعلان عن قرب اطلاق المفاوضات بين قيادات حزب الانصاف الحاكم وقيادتي حزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية المعارضين حول وثيقة التفاهم التي عرضها رئيسا الحزبين المعارضين على الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل ايام والذي ابدأ موافقته عليها هناك امرين يمكن ان يقول احد انهم جديدين في هذه القضية ولوما ان السلطة موقعة باصفها ضامن ومسؤول بدرجة اولى عن تطبيق هذه الاتفاقية وهذه الوثيقة المسألة الثانية الاجر القصير لهذه الوثيقة وهذه الاتفاقية لكيتر النور وهو شهرين ان شاء الله تعالى الوثيقة المذكورة تنص على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان ان توافق حولها بين النظام والمعارضة ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي ظروف المعيشية للسكان والوحدة الوطنية والحكومة الراشدة والانتخابات اعتقد ان هذه الوثيقة التي يناقشها حزبي تكتل قوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم من المعارضة مع حزب الانصاف هي محاولة من الحزب الحاكم الى اعادة التهديئة السياسية التي تأثرت كثيرا بفعل الانتخابات الاخيرة كما ان ايضا هذه الوثيقة تشكل فرصة لحزبين واكبت تجربة الديمقراطية منذ بداية التسعينات من اجل ان يعود الى الساحة السياسية بقوة بعد الخسارة التي مني بها في الانتخابات الاخيرة التقارب الاخير بين حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والنظام الحاكم والذي اسفرت عنه الوثيقة اثار حفظة اطراف المعارضة الاخرى التي اعتبرت ان ما قام به الحزبان من تواصل وتنسيق مع النظام يتعارض مع توافق المعارضة على توحيد مواقفها من الشأن السياسي خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الاخيرة وثيقة سياسية بين قطبي المعارضة التقليدية وحزب الانصاف الحاكم لم ترى النورة بعد لكنها اثارت جذلا سياسيا بين اطراف المشهد السياسي الموريتاني بين معارضة ممانعة تراها غير ملزمة لها ومعارضة محاولة ترافية خطوة باتجاه استناب الحوار السياسي محمد حيد قناة الغد موكشوط نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفينا من وكشوط الأمين التنفيذي بحزب الانصاف الحاكم السيد محمد ويلد بيها أهلا بك معنا وأيضا من وكشوط الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوة تقدم السيد محمد ويلد سالم أبدأ معك سيد محمد ويلد سالم بداية هل هذه الوثيقة وثيقة التفاهم مع حزب الانصاف الحاكم بمثابة بداية الانشقاق في صفوف المعارضة الموريتانية أهلا بيك أهلا بيك وسهلا أهلا بك باسمي وباسمي اتحاد قوة تقدم وباسمي ضيفك الكريم نهني قناة الغد على هذه السانحة التي أتاحت لنا وخاصة لحزبي اتحاد قوة تقدم وتكتل لإستسريط الضوء على المحاور وأهداف هذه الوثيقة نعود في البداية لأقول بأن هذه الوثيقة ليست جديدة في حد ذاتها هذه الوثيقة بدأت منذ سنة أواخر 2022 أعتقد بأن بعد فشل الحوار الشامل الذي كنا نريده جميعا أن ينطلق بين الفرقاء السياسيين والذي تمت عاقته من طرف بعض القوى السياسية غير الراغبة في الخوار استئنف اتحاد قوة تقدم وتكتل محاولة البحث عن حلول سياسية واتخذها مبادرة تمثلت في ندوة صحفية في مقر اتحاد قوة تقدم وهذه الندوة استجاب لها حزب الإنصاف وكذلك استجاب لها رئيس الجمهورية نعم ولكن سيد محمد ويلبيها أنت تتحدث أن هذه الوثيقة الجديدة أو أسلوب للتفاهم مجددا مع حزب الإنصاف كان موجودا منذ عام 2022 وليس الأمر بالجديد لكن في هذه القضية تحديدا أنتم وصفتم الانتخابات بالمزورة كانت هناك دعوات من قبلكم لمقاطعة البرلمان والنزول من قبل المواطن الموريتاني إلى الشارع ما الذي تغير سيد ويلبيها؟ لا دعني أكمل في المقدمة لكي يفهم المشاهد ما نريد أن نصل إليه تفضل وبالتالي أنا قلت بأن في شهر يوناير وفبراير كنا غاب قوسيني أودنا من توقيع الاتفاق لكن الظروف التي شعلتنا نتوقف عن التوقيع هي الانتخابات التي باقتتنا وكذلك لم نجد فرصة سانحة لإطلاع الإخوة في المعارضة على فحوة الاتفاق وبالتالي طلبنا من الشركاء التي استجابوا لدعوتنا أن يؤجلوا الاتفاق حتى بعد الانتخابات من ناحية الأخرى الغروف السياسية الداخلية والخارجية أيضا كانت عوامل شجعتنا بعد الانتخابات أن نقوم أو نبدأ من جديد أو نستأنف من جديد توقيع الوثيقة ولكن هذا لم يمس من التنسيق الذي كان قائما بيننا وبين المعارضة ولكن سيد نعم نحن في المعارضة دعني أكمل نعم نحن في المعارضة ما الذي اتفقنا عليه بعد الانتخابات اتفقنا بعد الانتخابات على أن هذه الانتخابات أنها انتخابات مزورة لأنها شابتها خروقات كثيرة وكان هذا تقريبا محل يجمع المعارضة والمولاة ذنب أحزاب أو تسعة من المولاة وبقية أحزاب المعارضة إذن هذه المطالب المتمثلة في عادة الانتخابات تضمنتها الوثيقة الجديدة إذن تمت إدراجها ضمن المطالب وضمن المواقف التي كانت موجودة تمام إذا كان الأمر كذلك وهناك مطالب مجمع عليها من قبل المعارضة لماذا لم تقدم هذه الوثيقة بشكل جماعي من قبل المعارضة الموريتانية إذا كنتم تنون الخير للمعارضة وتنفيذ هذه المطالب يعني عندما يطالب مثلا حزبكم والحزب الآخر في هذه المعارضة بمطالب متعلقة بإجراء الانتخابات مجددا وإعادتها واعتبارها مزورة أليس من الأفضل لكم أن تتم المطالب بشكل جماعي؟ لم أسمع ما على كل حالة المقصد إذا كانت المطالب جماعية لماذا لم تقدم بوثيقة تجمع عليها كل قوى المعارضة الموريتانية؟ طيب هذه الوثيقة السياسية هي تم قلت لكم في المقدمة بأنها دعوة دعات إليها التحادق والتقدم والتكتل واستجابت بعض الأطراف في الموالات والسلطة القائمة والأحزاب الأخرى لم تستجب لماذا لم تستجب لهذه المبادرة والدخول معنا في النقاش؟ ذلك شأنه الذين لم يستجبوا هذا من ناحية من ناحية الأخرى عندما اكتملت بنود الاتفاقية وتم الاتفاق بيننا وبين الأطراف التي نعتبر السلطة وحزب إنصاف فحوى الاتفاق وأبلغنا لجميع أحزاب المعارضة تمام اتفقنا نحن والإنصاف بأنهم يتصلون بأحزاب الأغلبية ويشرحون لهم محاوير الاتفاة ونحن اتصلنا بزملائنا في المعارضة ما ردت فعل المعارضة حتى الآن طيب على كل حال إنه هو أحزاب المعارضة ردت فعلها مسؤولة عنها أحزاب المعارضة نحن بالنسبة لنا مسؤولين عن مبادرتنا ومسؤولين عن الخطوات التي نقوم بها إخواننا في المعارضة وغيرهم أما أحزاب المعارضة فهي مسؤولة عن سلوكها ومسؤولة عن ردة فعلتها وبالتالي ذلك على كل حال ما نريده أن يكون الاتفاق يرضي الجميع ما يكون الاتفاق يساهم في حل مشاكل موريتانيا ما يكون الاتفاق في صالح النماء والرقي أن يكون بصالح الديمقراطية أن يكون بصالح العدالة أن يكون بصالح الحكامة أن يكون بصالح دولة القانون وأعتقد بأن الذين عبروا الآن عن امتعاضهم من المبادرة عندما اتصلت بهم امتحاض قوى التقدم وتكتل ردة الفعل لم تكن هكذا هناك بعض يتحدث ويقول أنكم تريدون الانتقال من مربع المعارضة إلى الموالاة بعيدا عن مطالب المعارضة وخصوصا أنكم لم تحصلوا حتى على مقعد واحد في الانتخابات الأخيرة على كل حال نعم على كل حال نحن إذا أردنا أن ننتقل من مربع المعارضة إلى مربع الموالاة نحن مسؤولين عن سلوكنا كما قلت لكم نحن لم يقل لنا طرف أو لم نطلب من أحد أن نكون في المعارضة قررنا أن نكون في المعارضة منذ بعضنا منذ نهاية السبعينات وبعضنا من بداية التسعينات ولم نأخذ رأي أحد لنكون في المعارضة وإذا قررنا أن ننتقل إلى الموالاة أو إلى غير ذلك فسنفعل ذلك بحرية يعني هل لديكم رؤية في ذلك؟ يعني يمكن أن تقوموا بذلك؟ الانتقال من مربع المعارضة إلى الموالاة؟ التاريخ لا 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 كلا هو الاتفاق بين المعارضة الاتفاق سيكون بين المعارضة والموالاة إذن واضح أما كوننا لم نحصل على مقاعد في الانتخابات أو غير ذلك فذلك الانتخابات وغير ذلك هذا لا يحدد مكانة الحزب ما يحدد مكانة حزب سياسي ما أو قوى سياسية ما والمبادرات الوطنية التي تطرحها لصالح موريتانيا والمبادرات سياسية دون وزن في الشارع ودون وزن في داخل الصندوق الانتخابي؟ على كل حال نحن موقفنا من الانتخابات أنها لم تكن انتخابات ذات مصداقية بحيث تحدد وزن هذا الحزب أو ذلك على موقفنا وما زلنا وما زلنا على هذا الموقف وحينما كانت الانتخابات في أبسط حالها من الشفافية أو غير ذلك كان لنا وزننا وما زلنا لنا نفس الوزن وعلى كل حال حتى ولم نحصل على ذلك هذا لا يحدد مكانتنا السياسية قد يحدد مكانتنا الانتخابية ولكن لا يحدد مكانتنا السياسية ولا يجعلنا نبقى في شكل معارضة تقليدية التي تقيف بالمرصاد لكل المحاولات الداعية إلى التنمية من أجل الصدام ومن أجل المواجهات لأن ذلك جربته قوى سياسية ذي دول أخرى ولم تجني ذمار ذلك بل العكس كانت ضحية عندما نعود إلى تاريخ المنطقة نجد أن القوى السياسية دائما التي تحاول أن تجرى البلاد إلى المواجهات بين السلطة والمعارضة تلك القوى دائما عندما يأتي طرف ذالذ يتدخل سميه ماشيط أو انقلاء وغير ذلك تكون هذه القوى التي كانت تدعو إلى محاولة جر البلاد واضح نعم واضح يعني محارضة على الطريقة السياسية لا على طريقة اللجوء إلى الشارع والفوضى التي لا تريدونها من خلال تقديمكم لهذه الوثيقة ابقى معنا سيد محمد ويلد بيها أنتقل لك في التساؤل حول هذه الوثيقة والحديث محمد سلم نعم نعم نذهب إلى سيد محمد ويلد بيها من حزب الإنصاف الحاكم سيد محمد ويلد بيها ما رأيكم في هذه الوثيقة وهل بالفعل هي بداية انخراط لحزبين من المعارضة إلى مربع الموالاة نعم يبدو أن هناك مشكلة مع سيد محمد ويلد بيها سيد محمد ويلد سلم أعود لك مجددا لأستكمل معك الحوار فيما وصلنا الآن قلتم أن لا تريدون الفوضى وهذه الوثيقة بالتالي ستخرج بالموريتانيين من هذا المربع إلى مربع جديد كله بل جله توافق على المرحلة المقبلة ما هي بوادر الاتفاق وملامح هذا الاتفاق أيضا ويمكن أن يرضي جميع الأطراف باعتقادك أهلا بكم من جديد أهلا بكم على كل حال من الصعب أن يرضى الجميع ولكن ما يهمناك السياسيين أن نكون نحن مرتاحين وأن نرضى وأن تكون المبادرات التي نسعى إليها من أجل موريتانيا ومن أجل مصلحته هذه الاتفاق عندها بنود هذه البنود السياسية من الغريب من القوى السياسية كلها سبقها وإن اتفقت عليها هي تسعى إلى دولة القانون وجود دولة قانون تسعى إلى وجود إعادة انتخابات والله وجود انتخابات يتفق عليها الجميع سواء كان خاسر طرف أو كان ناجح الكل يرضى بنتائجها بمعنى أن الانتخابات شفافة وواضحة حتى أنتم ستقبلون بهذه النتائج سيد ويل سالم في حال كانت النتائج مشابهة أو مقاربة للنتائج التي خصلتم عليها ولو كانت تقع أدنى عندما تكون قواعد اللعبة مضبوطة وسريمة نرضى بالنتيجة ولو كانت أقل مما كنا عليه نعم عندما تكون القواعد مرضية فلا ضيرها بالنسبة لنا في النتيجة التي سنحصل عليها إذن من البنود كذلك أن تكون لنا دولة قانون دولة عدالة أن تكون من البنود الاتفاق أيضا حل العمل على تفعيل القوانين المتعلقة بالرق ووجود آلية لتطبيقها نعم من البنود الاتفاقية التي نسعى إليها أيضا هو حل البغارم الإنسانية التي العالقة مع أخذ العملية الاعتبار ما تم العمل به من طرف من طرف الأنظمة السابقة نعم إذن هي اتفاقية تسعى أيضا لتثبيت وضع آلية لحل مشكلة الأسعار للمشكلة ارتباع الأسعار إذن لتثبيت القوى الشرائية هل تتوقعون أنه يتم الموافقة على هذه المطالب من قبل حزب الإنصاف أم أنها مجرد مطالب وهذه المرحلة يمكن أن تمضي بتوقيع هذه الوثيقة بعد ملاقاتها الاستحسام من قبل الرئيس الموريتاني يعني هل هناك ضمانات للتنفيذ سيد محمد ويلد سالم أم أن الأمر متروك للزمن هو الذي سيحكم هل بالفعل ستطبق هذه المطالب أم لا بعد التوقيع بعد التوقيع هذه الاتفاقية ستكون فيه لجنة هذه اللجنة هي متابعة هذا الاتفاق وستقوم بتنويم تحديد زمن لتحديد ورشات تاريخ لتحديد تاريخ الورشات لتناول هذه المواضيع وتعميقها ودعوة لها جميع القيوة الراغبة في الالتحاق بها وبالتالي بعد شهر شهر أو شهرين من انتهاء من هذا العمل ندخل في التطبيق هذا ما نرجو نرجو أن تكون مرضية للجميع ونرجو أن تستجيب السلطة ونرجو أن تستجيب القيوة السياسية كلها من أجل إنقاذ موريتانيا نحن مشكلتنا منطقة ملتهبة والذي خالق في الدول المجابرة ما هم غيرنا وما هم غيرنا وبالتالي نسعى لجر البلاد لاستقرار والتنمية بدل المجابهة السياسية والعنف الذي لا تحمد نقباه هذه مساعينا وهذه هدافنا وبالتالي نرجو أن تنال موافقة الجميع تمام هذه أمنيات يعني أنت تقول نرجو ونرجو ونرجو لكن الرجاء يحتاج في المقابل إلى إرادة سياسية باعتقادك هل هناك إرادة سياسية حقيقية من قبل حزب الإنصاف الحاكم للتقدم خطوة في هذه المسألة والتوافق معكما كحزبين معارضين لتنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذه الوثيقة باعتقادك هذا ملتمسناه من خلال لقاء رئيس التحادق والتقدم دكتور محمد الملود والرئيس أحمد ولداداه برئيس الجمهورية والتعبير بنية صادقة عن دعم هذا الاتباق الذي إن شاء الله سيتم عن قريب وكذلك ما لمسناه من خلال تعاطي الحزب الحاكم في بيان الأخير الذي أصدره فيما يعتقد في يوم الخميس الأربعاء الماضي وهذا ما إلى حد الساعة ما نمكن أن نقول هل سيواصلون في هذا الاتجاه أم ذلك ندعها الجواب للأيام ندعه للتجربة ندعه وسنبقى في متابعة لذلك نعم أشكرك جزيل الشكر انتهى وقت المقابلة كنت معنا من واكشوت الأمين العام التنفيذي المساعد في حزب اتحاد قوة تقدم السيد محمد ويلد سالم وكان من المفترض أن يكون معنا الأمين التنفيذي بحزب الإنصاف الحاكم السيد محمد ويلد بيها لكن لمشكلة في الصوت لم يتمكن من الانضمام إلينا في هذه الحلقة